كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان واحدة من أهم صفقات الناد الأهلي وعودة أحد أبناء الناد الأهلي أحمد رمضان بيكهم لعب ودي دجلة والمنطقل لصفوف الناد الأهلي أو اللفظ الصحيح العائد إلى صفوف وأحضان الناد الأهلي بيكهم برحب بك على شاشة قناة الناد الأهلي يعني برحب بك في بيتك بالناد الأهلي وأكيد لحظة من لحظات حياتك السعيدة أنك تعود من جديد إلى الناد الأهلي حبيب يا فاروق طبعاً أنا طبعاً رجعت لبيتي زي ما أنت بتقول وأنا فرحان جداً أن أنا قدرت أرجع بيتي تاني بعد سنتين تعبت في يوم وحاربت عشان أرجع بيتي وبقدر المسئولية أنا طبعاً واحد من قبلها نادي قبل أي حاجة وأنا فخور أن أنا موجود في النادل أهلي بيكهم القصة والبداية من 8 سنين أو 9 سنين ودخول بيكهم للنادل أهلي أكيد طموحات مختلفة المرة دي أنت بتعود من جديد عندك أحلام وطموحات مع النادل أهلي لو هنتكلم على القصة من البداية ووجودك في النادل أهلي من البداية في التعامل يمكن أنا في النادل أهلي من وانا عندي 8 سنين 9 سنين يمكن والدي بصراحة تعب معي في السنة ده حد سن 15 سنة كنا بنروح تمرن 3 يام في الأسبوع من المنصورة الكائرة كان معي موجود كل 3 يام دول بيوصلني وبيجيبني لحد ما عدت في الاصطراحة اصطراحة الناشئين في مدية نصر لحد سن 21 سنة لحد سن أول حاجة 18 سنة طلعت أعارة حرص الحدود ورجعت السنة اللي بعدها عدت سنة كمان في النادي وطلعت أعارة تاني ودي دجلة كانت سنة بس بعد 6 شهور ودي دجلة خلاص اشتراني من النادي في صفقة محمد محمود ويمكن بعدها عدت سنة ونص كمان ورجعت بيتي بيك هم عايزة أكلمك في نقطة مهمة جدا نأخذ منك برضو رسالة يعني اللعيبي اللي بيأتربى في النادي الأهلي وبيطلع من النادي الأهلي بينتقل لفريق آخر بتحتاج نوعية اللعيبي يكون عنده روح وعنده قتال إنه هو يرجع مرة أخرى للنادي الأهلي تقد بيك هم بيتسلح بهذه الأمور طبعاً أنت بترجع من النادي الأهلي وبتخرج من النادي الأهلي عشان تثبت نفسك أكتر لو أنت ماخدتش فرصة جوه النادي فأنت بتحتاج تلعب في أي نادي تاني عشان ترجع بيتك تاني عشان المكان اللي انت مولود فيه وللي انت بتحارب عشان تبقى موجود فيه ومكان أي لعب في مصر دلوقتي أو في أفريقيا أو في العالم يتمنى يلعب طبعاً في النادي الأهلي نادي كبير وأنا بصراح حربت عشان أرجع في النادي لو عايز أخذ منك نصيحة كيه لعبة كتيرا أكيد بتطلع من النادي الأهلي خالفترة اللي فاتت يجب أن يدعوه الأمل أن يرجع مرة أخرى للنادي الأهلي لو تنصحه تقوله يعمل إيه أو يشتغل على نفسه كيف؟ طبعاً لو لم يكن لديه مكان في النادي لو لم يكن لديه فرصة أن تشارك بصفة أساسية في النادي الأهلي طبعاً يجب أن تطلع عارة بالنسبة للعابة الموجودة في النادي يجب أن تطلع عارة تجرب سنة أو اثنين لو تصد دلوقتي معظم اللعابة الموجودة في النادي معظمها كانت في النادي وطلعت عارات ومشت ورجعت تاني عشانك تهدت وتعبت وأنت في الأول الأخير ابن النادي غير أي حد تاني بتبقى متربع على حاجات معينة وتمرين معينة وحاجات جوه النادي لما بيكرنوك بحد تاني لو أنت نفس المستوى وحد من ابن النادي غير حد تاني متربع برا النادي فبختاره بالنادي طبعاً بك هم قولي بقى المفاوضات بدأت إزاي؟ مين اللي بدأت المفاوضات ومشت إزاي؟ يمكن بدأت بعد بطولة أفريقيا بتاعت متخب الأوليمبي بدأت مع كابتن أمير توفيق كان كان فاضل مكان واحد في القايمة في الانتقالات لبعد البطولة دي جابوا باجي ويمكن كابتن أمير قال لي عشان ما فيش مكان تاني فإن شاء الله تبقى موجود معنا في المسم الجديد كان عندك الصبر عشان انت واحد من ولادي النادي وانعارف انتماء أحمد رمضان بك هم للنادي كان عندك الصبر وعندك الانتماء ان انت متمسك بحلمك ان انت راجع للنادي طبعاً كان عندي ده أصلي ده حلمي انا رجع انا طلقت من النادي من هنا عشان انا حارب وارجع تاني فدح وخدت كلمة من الكابتن أمير انت خلاص بك هم انت معنا اه خلاص انا يمكن ما كنتش عامل حسابي من قبلها ان انا يعني كنت اه طعبت سنة ونص وبتاع بس ما كنتش فاكر ان هي هتجيلي دلوقتي فيمكن مكالمة كابتن أمير طمنتني شوية وخلتني اشتغل على نفسي وواتع بكتر عشان خلاص يش ست شهور ده لازم اعملهم كويس مش معنا المكالمة اللي هو خلاص انا موجود في النادي ممكن ابقى واحش الست شهور اللي بعد كده ومرجعش النادي بس انا حفظت على مستوية وقديت مع دجلة بشكل كويس ويمكن دلوقتي دي النتيجة جاية طموحاتك الفترة الجاية ورسالتك لجماهير النادي الاهلي ورسالتك للعبين خاصة ان الفريق مقبل على مباراة مهمة وكيد حلم من احلامك ان انت ان شاء الله لا يخبط افراك وتكون موجود في كاس العالم الاندي طبعا رسالتي للجماهير اول حاجة ان انا واحد من نكوا قبل اي حاجة انا من وانا صغير بحضر المتشاط في الاستاد وكنت معاهم في كل لاحظة يعني حتى من هنا في الناشئين كنا نروح نتفرج على المتشاط في الاستاد فانا بوعدهم ان انا بقى قد السكة بتاعتهم وان شاء الله يبقى الفترة كلها فترة بطولات ورسالتي للعبين طبعا المتش الجاي لازم حياة وموت نكسابه يعني ماتش بتقوله بيكهم انا عايز اروح منك لو انت النهاردة سعيد فيه على الموجود واحد اسعد منك وهو اكيد اكتر واحد فرحان وسعيد بالانجاز اللي انت فيه وعودتك من جديد للنادي الاهلي الحاج رمضان والد بيكهم تقوله انه هاردة بيكهم بيعود من جديد لبيته النادي الاهلي طبعا دي امل كبير ان احنا ان بيكهم يرجع الاهلي تاني لين هو اصلا ابنه طبعا النادي الاهلي نادي بطولات واي واحد اي لعب يتمنى ان يخش النادي الاهلي واحمد ابنه هو صغير طول عمره عايز يخش في نادي بطولات ويحافظ على مستوى من هو تسعة سنين واحنا تعبنا معاه وتعبنا ربنا الحمد لله جابه بخير وجابنا الحمد لله عن فيش فرحة حسن من كده بدأت مع المشور من البداية الله من تسعة سنين او من سنة 2007 فضلت معاه لما هو ان عنده 16 سنة لما دخل لما يعني بقى كويس وكنت بروح باج معاه وتعبت معاه بس ربنا كلا التعبي بخير الحمد لله رسالتك الاخيرة لي تقوله ايه وتنصحه بايه رسالتي الاخيرة ان هو يعني يجتهد في الملعب يعني لما اغزق يقول يأكل في النجية لازم بقوله يعني علشان يثبت وجوده للمدير الفني بتاعه وعلشان يحافظ على مستواه وعايزين طبعا نادي الاهلي نادي القارن ونادي البطولات وعايزين نفرح ان شاء الله في الاهلي التتويج يوم 27 شهر اللي جاي شهر يوم الحد اللي جاي جمعة اللي جاي ده يتوج بالبطولة والاكاس كمان ان شاء الله العاف وشكرا عزيزين مشاهدين ومتابع شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان ده كلقانا مع احمد رمضان بيكهم لاعب النادي الاهلي العائد من جديد لصفوف وجدران النادي الاهلي طبعا صفقة من الصفقات المهمة جدا للنادي الاهلي واحد من اللعب جوكر يقدر النادي الاهلي يستفيد به في اكثر من مركز طبعا ده في اطار الخطة اللي بيتتبعها لجنة التعقودات في النادي الاهلي ولجنة التخطيط في النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي بقاعدة كمان محمود الخطيب لتدعيم صفوف النادي الاهلي بأبرز العناصر المميزة في المراكز اللي بيحتاجها الفريق النادي الاهلي كل التوفيق للنادي الاهلي كل التوفيق لأحمد رمضان بيكهم اهلا بيك من جديد يا بيكهم داخل جدران النادي الاهلي شكرا زميل عزيز فاروق صلاح والف مبروك لأحمد رمضان بيكهم عودته مرة تانية للنادي الاهلي